خبر مأثاوي يمكن عيشناه اليومين اللي فاتوا دول وهو زوج الطبيبة السورية يحاول انهاء حياته في معتقله بفينة بعد جريمته وده كان الخاص بالطبيبة شدية اللي النهاردة تم دفن جثمانها الى ماثواه الاخير ويمكن كنت حضرتك موجود هناك للمشاركة في الموضوع يمكن الموضوع بالنسبة لنا موضوع يعني مش هقدر اقول احنا كنا نعرف الزوج الأستاذ رفعت زيادة وشيء محير بالنسبة لنا بصراحة يعني من عملية الحكم لكن قراءتك للموضوع ككل اجمالي وخاصة ان انت كنت موجود النهاردة في الجنازة تقدر تنقل لنا اللي انت شفته ويعني تحليلك للموضوع نعم يعني بالبداية بصراحة ما فينا الا نترحم على الطبيبة الشادة يعني بصراحة نتمنى لروحها طاهرة الف رحمة ونورة عليها وهذا المشهد بصراحة أنا اليوم شفته سازم دوح يعني كان فعلا يوجد باعتقادي اكثر اكثر من ثلاثة الاف شخص بالتشيئة نصفهم من النساء يعني محبين كثير كانوا لهاي الطبيبة يعني وناس كثير متألمة وناس كثير مذهولة بصراحة نتيجة هذه يعني الجريمة نتيجة هذه الحادثة يعني ما فينا نسميها الا الا جريمة مع الاسف الشديد طبعا ما فينا نحن نتكلم كتير بهذا الامر استاذ مدوح لانه ما زالت التحقيقات جارية بهذا الامر يعني للبحث وللكشف عن ملابسات هذه الجريمة الاستاذ رفعت حسب معلوماتنا ما زال حتى الان هو بمشفاء كها ويعني يتم تنويمه على ما يبدو باعتبار انه يعني حاول انه يقوم بالانتحار وحالته الصحية صراحة لا احد يعرف عنها اي شيء نحن من مصادرنا قدرنا نعرف يعني بعض الامور انه محاول كان يقتل نفسه وتم اسعافه للمشفاء مع الاسف الشديد تم اشاعة العديد من الشائعات حوال استاذ رفعت انه هو مجنون انه هو مهووس انه هو كذا بصراحة انا اتحفظ على كل هذه الاتهامات ولا ارضاها ابدا ما ارضاه هو فعليا ان نشاهد تحقيق حقيقي في هذه التفاصيل واللي بيقول لك عاطل عن العمل واللي بيقول لك كذا لا هذا يعني انا بعرف انا معرفة شخصية بالاستاذ رفعت انه هو من اهل النعم يعني بصراحة عنده وعنده امور كتير ما في داعي نتطرق لا الى يعني في امور نحن منحترم خصوصية العائلة وخصوصية الحالة اللي هي مست كل شخص موجود بالنمسا ميديا كل شخص موجود بالنمسا ميديا مسته احنا دخلتنا بحزن وذهول صراحة غير معروف لن اطيل بهذا الشيء اتمنى يعني الرحمة لروح الطبيبة شادية ولكل محبيها ولأهلها ولبناتها ولوالدها ولكل زويها في الداخل والخارج يعني ونتمنى يعني ان يعني استاذ رفعت زيادة حتى الان صامت ولم يدلي باي تصريح ولم يدلي باي اعتراف ولا باي شيء داخل التحقيقات فما منستطيع ان نقول اي شيء حتى ظهور النتائج التحقيقات بصراحة ونحن سنبقى صامتون حتى نهاية التحقيقات وبعد ظهور التحقيقات سنكشف المسألة كاملة لان عندنا يعني معلومات كثيرة عن ما دار بالحادثة لماذا حصلت المشاكل ما الذي ادى الى ذلك تقريبا حسب يعني قراءات وتقاطعات قامت النمسا ميديا بيعني بالبحث ورائها والتحقيق فيها ولكن لن نقول اكثر من ذلك حادثة أليمة حادثة مؤسفة اعزي نفسي واعزيك واعزي كل شخص بوجود في النمسا ميديا كانوا على قرب من رفعت وبشكل او باخر ربنا يتولى لان نقول اكثر من ذلك